وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بحفظ الله ورعايته إلى أبو ظبي في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله إلى مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة